أهلا من جديد مواقع التواصل وتطبيقات المحادثة المنتشرة بين الناس لا تحمل طابعا عربيا ودائما هناك الكثير من التعليقات عن ندرة التطبيقات العربية المميزة ومطوريها وربما كان هذا أحد الأسباب التي دفعت مطوري تطبيق صلة إلى العمل على تطويره وإطلاقه للعامة لتفاصيل أكثر عن التطبيق والخصوصية التي لطالما شغلت الناس على التطبيقات ننضم إلينا من مدينة الناصرة مديرة التسويق في محل مونة حداد أهلا فيك معنا يا مونة يعني أنتو بتقولوا أن هذا التطبيق عنده نكهة محلية عربية إذا تشرحيننا هذا الموضوع ماذا يعني وماذا يميز هذا التطبيق أهلا فيك بداية وفعلا كيف ما حكيت التطبيق هو تطبيق تواصل اجتماعي وتطبيق مراسلة بنكهة عربية واللي بيجعله عربي واللي بميزه عن باقي التطبيقات هو المحتوى العربي الموجود فيه مثال بسيط كان شهر رمضان الأخير كان فيه تطبيق محتوى خاص بشهر رمضان ابتداء من ملصقات خاصة بشهر رمضان وبالمحتوى الخاص بشهر رمضان خلفية أيضا إلها علاقة بالرموز الرمضانية وتهاني وكثير رموز أخرى من ناحية اللغة ومن ناحية المنصقات أو من ناحية الرموز التعبيرية أو ما يعرف بالإيموجي أوكي يعني بس علشان أفهم الصورة كمان أنا يا مونة يعني هو أنتو كأنكم واتساب بنكهة عربية بين أخدين المميزات اللي مثلا سنابشات بيعطيها المستخدمينها من إيموجيز ومثلا كلمات عربية وما إلى ذلك وضيفينها لتطبيق محادثة كأنه واتساب بالضبط أوكي طيب قد إيش عدد مستخدمينكم حاليا التطبيق تم إطلاقه منذ بداية السنة لكن كان في نسخة بيتا وتم إطلاقه في صيغة الأندرويد فقط وحتى الآن وصل عدد التحميلات مليون وثمانمائة ألف واضطرب من اثنين مليون تحميل وفي افتراج خاص بيستخدموه من مختلف أنحاء الدول العربية ما عندكم تركيز مثلا في دول عربية هو منتشر فيها أكثر من دول أخرى؟ في تركيز طبعا فيه انتشار للتطبيق أكثر بسبب الدعوات اللي بيتم لأن الأشخاص اللي بيحملوا التطبيق بيقوموا بدعوة أصدقائهم حتى يتواصلوا معهم فعمليا أي شخص بنضم لتطبيق صلة بتنضم معه شلته اللي بتتواصل معها وبتحدث معها بس إذا نلخص بنقدر نقول أنه عمليا بالسعودية وبالمصر والعراق فيه أكبر نسب لمستخدمي تطبيق صلة جميل ودائما فيه قلق على موضوع الخصوصية وأنه مثلا يسهل الاختراق ويسهل الحصول على المعلومات الصور وما إلى ذلك إيش ضماناتكم؟ فيه أول بداية من ناحية برمج للتطبيق تطبيق ممرمج في نظام بيحمل خصوصية بشكل عالي وأيضا ما بتم حفظ الرسائل ولا بأي مكان يعني الأشخاص اللي بتواصلوا بصلة محادثاتهم بتم تشفيرها ومن ثم حفظها يعني هي الكلمات نفسها والمحادثات نفسها لا يتم حفظها عشان نضمن الخصوصية القصوى والتطبيق مجاني التطبيق مجاني نعم طب كيف بتربحه؟ هذا السؤال الحيار الجميع وهو عمليا حتى التطبيق يكون مربح في عدة طرق حتى التطبيق يكون مربح حاليا التطبيق بما أنه كيف حكيت لك أنه ما فيه كل شيء فيه مجاني وتحميله مجاني أكيد إحنا ما بنحصل على ربح من خلال تحميل الأشخاص للتطبيق لكن عندنا إحنا خطط مهنية بيزنس بلانز لأدام عندما بيصير عدد الأشخاص اللي بيستخدموا التطبيق أكتر اللي نقدر أكتر نطلع مصاري من التطبيق معظم التطبيقات اليوم هي مجانية لكن حتى التطبيق يكون مدير للمال ويكون فيه ومنه مصدر الدخل لازم يكون فيه كتير أشخاص اللي بيستخدموه مثلا على سبيل المثال تطبيق إنستغرام فقط في السنتين الأخرينيات أصبح مدير للأموال فالهدف تبعنا حاليا هو مش أنه نلاقي طريقة فيها نحصد أموال من تطبيق صلة هدفنا هو أنه إحنا نعمل تجربة للمستخدم اللي هي تجربة مثالية الأشخاص يحبوا يستخدموا تطبيق صلة ويحبوا يستخدموا وقت طويل وينشروا مع أصدقائهم نعم إذن الانتشار نحن بنشكرك على إطلاعا على هذا التطبيق كانت معنا من مدينة الناصرة مديرة التسويق في أب محل مونى حدد